موسيقى جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة ونبدأها من صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم ماسة ضخمة في سيراليون اكتشفها قس عثر على ماسة ضخمة يبلغ وزنها أكثر من 700 قيرات في سيراليون الماسة اكتشفها قص يبحث عن الماس في أوقات فراغه في محافظة كونو في شرق البلاد وقد عرضها زعيم قبلي من المنطقة على رئيس البلاد ويتوقع أن تكون الماسة المكتشفة في سيراليون بعد أن يصادق عليها خبراء من أكبر الماسات في العالم إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها بلدة أمريكية للبيع بسعر معقول عرضت بلدة تيلر في ولاية أوريغون الأمريكية للبيع بسعر ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار فقط البلدة غير مأهولة بالسكان وتبلغ مساحتها مئة فدان وكانت قد عرضت في بدء الأمر قبل سنتين نطالع من صحيفة الرياض السعودية خدعة خدمة مدفوعة لحماية السمعة قدمت شركة تأمين يابانية خدمة جديدة تطيح للأفراد والمؤسسات الحماية من التشويه أو الإساءة لأسمائهم عبر الإنترنت سواء بالشائعات أو نشر أخبار مسئة عنهم وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وهذا ما حدث لراكبة على متن طائرة أسترالية عاشت امرأة أسترالية لحظات رعب على متن طائرة بعد أن انفجرت سماعات الأذن الخاصة بها أثناء استماعها للموسيقى ما أدى إلى إصابتها بحروق في الوجه واليدين